قامت شركة إدارة محطة الحاويات SGTD والتي تعد واحدة من أكثر محطات الحاويات حداثة وكفاءة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قامت مؤخرا بخطوة مهمة استهدفت تعسين بنيتها التحتية من خلال اقتناء وتركيب أربع رافعات جديدة يهدف هذا التوسع الاستراتيجي إلى تعديز الكفاءة التشغيلية وقدرة المواني في جيبوتي وبالتالي تعديز مكانتها كمركز لوجستي على المستويين الإقليمي والدولي تم تجهيز هذه الرافعات الجسرية الجديدة من الجيل الجديد بأحدث التقنيات والمميزات المتطورة وهي مصممة لتسريع عملية تفريغ وشحن الحاويات وبالتالي تقليل أوقات الانتظار وتحسين الكفاءة العامة لعملية المواني ميناء SGTD يعد ثاني ميناء في إفريقيا يستحوذ على هذه الرافعات لزيادة قدرات الشحن والقدرة التنافسية في القارة السمراء قبل التسليم النهائي تم تصميم وتصنيع وتجميع هذه الرافعات الأربعة بدقة وتم التحقق من صحتها من قبل خبراء التقنيين من شركة ليبهر وموظفي SGTD منذ ما يقرأ من أربع سنوات على بعد ستة ألاف كيلومتر من جيبوتي وعلى وجه التحديد هنا في كيلارني في أيرلندا في شعارات شركة ليبهر قرار التعاون مع شركة ليبهر وهي شركة مشهورة في قطاع مناولة المواني يشهد على التزام جيبوتي بقيادة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مارغيلي ذلك الالتزام الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وقدرة المواني من خلال تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي رئيسي يتم تصنيع رافعات الحاويات عالية الجودة هذه لتلبية المتطلبات المحددة لمحطة الحاويات بجيبوتي بعد تصميم نموذج وتصنيع المواد المختلفة التي تتكون منها الرافعات الأربعة وهي خطوة حاسمة تم إجراء التجميعات في جازان بالمملكة العربية السعودية تجدر الإشارة إلى أن تجميع الرافعات يعتبر خطوة حاسمة تتطلب خبرة متخصصة وتنسيقا دقيقا لضمان حسن تشغيلها وعملها استغرق تجميع هذه الرافعات الأربعة سبعة أشهر وهو ما يشهد على مدى تعقيد حجم هذه المهمة التي تم رصدها بدقة مع مراعاة المتطلبات والمعايير الدولية تتكون هذه الهياكل الضخمة من أجزاء مختلفة تتمثل في الحزم الرئيسية أذرع الرافعة الرافعات الشوكية أنظمة الرفع وأدوات التحكم الهايدروليكية لقد تم وضع كل مكون بعناية ومحاذاة مع الحرص على الحفاظ على توازن مثالي لضمان استقرار وسلامة القنطرة بمجرد تجميعها اتبع بعناية كل خطوة من خطوات التجميع من قبل فريق من الخبراء التقنيين بالتعاون مع موظفي شركة إدارة محطة الحاويات لضمان حسن سير أعمال هذه الرافعات والنقل في جيبوتي تأتي المرحلة الأخيرة حيث كان نقل هذه الهياكل الضخمة من مكان تجميعها إلى ميناء جيبوتي وهي عملية لوجستية بالغة التعقيد تم حجد فرق متخصصة لتنسيق عملية النقل والإشراف عليها تم استخدام رافعات الرفع الضخمة لرفع وتحميل الرافعات الجديدة على السفن المستأجرة قصيصة والتي تولت بعد ذلك نقلها إلى جيبوتي لدى وصولها إلى جيبوتي تم تعبية موظفي شركة إدارة محطة الحاويات SGTD لإعداد تركيب رافعات الحاويات في مرافق الموانئ تم القيام بعمل شاق ومستدام على مدار 24 ساعة لإنشاء هذه الهياكل في الموعد المحدد لقد عملت الفرق معا بشكل وثيق لضمان الدقة والسلامة عند وضع الرافعات على آساساتها مؤخرا تم نقل رافعات الحاويات الأربعة الجديدة التي يبلغ ارتفاعها المثير للإعجاب أكثر من 54 مترا إلى جيبوتي لتعزيز عمليات الموانئ في مرافع الحاويات بالبلاد بوزن إجمالي يزيد عن 1700 طن تمثل هذه الرافعات الضخمة خضوة مهمة إلى الأمام في توزيع قدرات المناولة لشركة إدارة محطة الحاويات من جهة أخرى توفر هذه المعدات الجديدة لمحطة الحاويات بجيبوتي قدرة تحميل وتفريغ مثيرة للإعجاب تغطي مجموعة واسعة من السفن من فئة باناماكس إلى أكبر سفن ميجا ماكس لقد تم تجهيز هذه الرافعات متعددة الاستخدامات للتعامل مع الأحمال التي تتراوح من 40 إلى 120 طن وبالتالي تلبية متطلبات التفريغ للسفن الحديثة يمكن دعم سفن من فئة باناماكس بسعة نقل تتراوح من 5000 إلى 15 ألف حاوية بسهولة بوسطة رافعات الحاويات هذه بأبعادها المحددة يبلغ أقصى أطوال هذه السفن حوالي 249 مترا وعرضها 32.2 مترا يمكن لهذه الرافعات الأربعة تفريغ وتحميل أكبر سفن الحاويات حتى 45 قدم هذه السفن الضخمة الكبيرة قادرة على حمل ما يصل إلى 45 قدم من الحاويات ومع قدرتها على النقل التي يمكن أن تتجاوز 20 ألف حاوية تتطلب عمالقة البحار هذه معدات مواني مكيفة تم تصميم رافعات الحاويات التابعة لشركة إدارة محطة الحاويات SGTD لتلبية هذه المتطلبات بما يوفر قدرة تحميل وتفريغ فعالة لهذه السفن العملاقة من جهة أخرى تم تجهيز هذه الرافعات بأذرع تلسكوبية وأنظمة هيدرولوكية متقدمة بما يسمح لها بالتعامل بأمان مع الأحمال الثقيلة التي تتراوح من 40 إلى 120 طن وهذا يعني أنه يمكنهم التعامل مع مجموعة واسعة من البضائع من الحاويات الأخف إلى الأحمال الثقيلة وبالتالي تسهيل النقل الفعال للبضائع في محطة الميناء تعد براعة ورافعات الحاويات هذه ميزة رئيسية لشركة إدارة محطة الحاويات SGTD مما يسمح لها بالتعامل مع السفن المختلفة والتعامل مع أنواع متعددة من البضائع وهذا من شأنه أن يعزز مكانة شركة إدارة محطة الحاويات كمركز لوجستي رئيسي في منطقة شرق إفريقيا وأن يساعد على تحفيز التجارة الدولية السيد المدير العام في البدء نشكركم على تقصيص وقتكم لهذه المقابلة رغم مشاقلكم الكثيرة قبل طرح الأسئلة نود بداية أن تقدم لنا نبذة مختصرة عن المعدات الحديثة أي الرافعات المستقدمة لتفريغ الحاويات من الجيل الجديد إن هذه المعدات والتجهيزات هي تتكون من أربع رافعات والتي تستخدم لأكبر السفن في العالم أي السفن الحديثة والعملاقة والتي تحمل حوالي 23 ألف حاويات ونحن لدينا اليوم من 14 ألف إلى 15 ألف حاويات فقط إذن هذه الأربع حاويات ستمكننا من العمل على هذه السفن العملاقة إذن تسعون لزيادة معدلة تفريغ السابقة ومن ثم زيادة القدرة التشغيلية للمحطة نعم بعد تركيب هذه الرافعات لن تكون هناك سفن تخاف أن ترسو في موانئ جبوتي إنها عبارة عن أربع رافعات وقد استغرقت عمليتها نحو ثلاث سنوات وتم تصنيعها في ألمانيا وتقدر تكلفتها نحو أربعين مليون دولار وهي عبارة عن معدات ثقيلة نرجو أن نستخدمها لعشرين أو خمس وعشرين السنة وتم تخطيط لمدة ثمانية أشهر إلى السنة سنع في الخارج ولذلك استغرقت وقتا طويلا وطولها حوالي مئة متر ووزنها ألف وخمسمائة طن إن هذه المعدات تركيبها ليست سهلة وتحدث إلى مساحة وكذلك إلى مصانع وطبعا نحن ليس لدينا المصانع التي تركب وكذلك ليس لدينا المساحات الكافية إذن تم تركيبها في المملكة العربية السعودية وخاصة في مدينة جيزان الأكثر قربا لبلدنا لقد وصلتنا اثنان من الرافعات الآن ولم يتم بعد تفريغها وليس معنى ذلك بعد التفريغ يتم تشغيلها لأن هذه الرافعات فيها إلكترونات وحاسوبيات ومعدات ميكانيكية وكل هذه تحتاج إلى لجنة تشغيل ويشتغل على هذه التجهيزات حوالي 25 شخصا من الذين أضعثوا من قبل الشركة الصانعة وكذلك دفعت تكاليفهم وسينقلون الخبرات والمعارف اللازمة لعملائنا حوالي عشرة أشخاص والجدير بالذكر لقد شارك في إنجاز هذا العمل مؤسسات وأشخاص من مواطنين السيد المدير العام ما هي الحاجة الماسة التي حملتكم على اقتناء هذه المعدات التي كلفتكم مبالغ الطائلة بالفعل لا يمكن لأحد أن ينفق مالا باهذا في مشروع ما إلا إذا كان لديه ثقة في أن يربح من ذلك المشروع نعم لا يشتري تاجر بضاعة إلا إذا تأكد أنه سيربح عليها هذا هو من الاقتصاد إذن نحن نعلم أن بلدنا يقع في مكان استراتيجي وبواب مهمة في العالم ولم يتم الاستغلال اللائق حتى الآن ولذلك لدينا أمل كبير في ذلك لدينا هدف واضح وعندنا رجاء كبير في الحصول على الربح المأمول وثقتنا هي نحن على واحد من أهم الطرق العالمية للقارات آسيا وأوروبا ولكن حتى الآن لم نسل إلى المكان اللائق بنا فيما يتعلق بتشغيل موانئنا لأن الموانئ الموجودة في المنطقة مثل الخليج العربي وغيرها تتمتع بموانئ أكبر من موانئنا إذن هدفنا هو كيف نسل إلى الهدف المنشود وماذا علينا أن نعمل نحن نحتاج إلى الحصول على السفن العملاقة وكل ما نحتاج إليه هو السفن العملاقة ومن أهمها الموقع الاستراتيجي والمعدات اللازمة إذن لدينا الموقع الاستراتيجي والطريق المناسب ولدينا الفن والمهنة كذلك وكل ما نفقده الآن هو السفن العملاقة ومعداتها والجدير بالذكر نحن نتمتع بموانئ مهمة في السنوات الثلاثة الماضية نسبيا في منطقة جنوب السحراء الكبرى وكل ما نحتاجه الآن المعدات وقد بدأنا الحصول على ذلك إذن هذه الخطوة لا تستهدف العملاء التقليديين من الجوار للمحطة وإنما جهات أخرى أكبر وأبعد أليس كذلك؟ إن للميناء سوقان الأول هو سوق العميل أو الزبون وهو ما يسمى المحلي والعبور وهذه بالنسبة لنا هو جبوتي وإيثوبيا وسوق ثاني هو المعبر وهو ما وراء ذلك وهذا هو هدفنا الآن إن موانئنا ذات قدرات تنافسية أهذا ما تودون قوله؟ إن موانئنا منافسة تتنافس مع نظيراتها في المنطقة ولدخول على المنافسة لدينا اليوم الإمكانيات ومن أهمها الموقع الاستراتيجي وكذلك المعدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر